بودكاست ريهاميات أنا ريهام جرجور مرحبا سنة 2008 لما كنت حامل بابني كان في كتاب كتير مشهور اشتريته وكتير استفدت منه اسمه What to expect when you're expecting وبعد حوالي أربع سنين لقيته متاح بالعربي بمعرض الكتاب واشتريت نسخة هدية لأخته لجوزي وكان عنوانه بالعربي ماذا تتوقعين عندما تكونين حاملا أنا كنت حبيته لها الكتاب ولقيته مفيد لدرجة أني اشتريت باقي السلسلة لما ولد ابني اشتريت الجزء الثاني What to expect the first year والجزء اللي بعده What to expect the toddler years الحقيقة ما عندي فكرة لو باقي الأجزاء الترجموا للعربي لكن بعد 15 سنة من اقتنائي لسلسلة الكتب What to expect عم دور على جزء مفقود بهالسلسلة وهو كتاب What to expect the teenage years يعني بالعربي هو عنوان حلقة اليوم ماذا تتوقعون عندما يكون في بيتكم مراهق أو أكتر بحلقة اليوم رقم 143 من بودكاست ريهاميات رح نحكي عن تأسيمة الأعمار على طول المراحل التربوية المختلفة لأولادنا حتى نقدر نعمل فوكس على مرحلة المراهقة وخصائص المميزة وليش محتاجة مننا أصلا تركيز وتعلم واهتمام ووعي عموماً لكن بشكل خاص في هذه الحقبة الزمنية من تاريخ البشرية لأننا اليوم عم نمر بتحديات غير مسبوقة كأهل ومربيين ومقدمين رعاية في تنشئة جيل بالعصر الرقمي بكتابي ديجيتال ديتوكس يلي بتناول موضوع إدمان الجايمينغ وأضرار الاستخدام المفرط للشاشات والسوشال ميديا بقول أنه انقسم التاريخ الرقمي في سنة الوباء إلى ما قبل 2020 وما بعد عام 2020 ولم تعود الحياة كما كانت عليه بسبب الثورة الرقمية وسنوات وباء فيروس كوفيد 19 هذا الانقسام في التاريخ الرقمي خلانا عايشين في حقبة ما بعد سنة 2020 وهي التي شهدت تزايد مخيف في استخدام الأجهزة الرقمية والإنترنت مع تدهور غير مسبوك في الصحة النفسية للأطفال والمراهقين والكبار كمان لكن عم ركز بسلسلة الحلقات هدول على المراهقين لأن المراهقة مرحلة حساسة وخطيرة وهذه اللي رح نشوفه خلال حلقات بودكاست ريهاميات عن الصحة النفسية للمراهقين كأخصائيين نفسيين وتربويين من أسل مراحل النمو والتطور عند الأطفال والمراهقين إلى ثلاث مراحل رئيسية أول مرحلة هي الطفولة المبكرة بتبتدي بيوم الولادة لحتى سن خمس سنوات وطبعا في جواتها تأسيمات فرعية مرحلة السنوات الخمسة الأولى من عمر الطفل ويلي سميناها الطفولة المبكرة بتتميز بكثافة بالمشاعر أنا بشبهها بالفرق بين الحليب المركز المحلة لو قارناه مع الحليب العادي بنقدر نفهم الفرق لما منتفرج على التكستشور والقوام تبع الكندنست ميلك مقارنة بالسائل ريجولر ميلك ويلي فيكن ربا أطفال بعمر من الولادة لحتى سن الخمس سنوات بيعرف تماما مرحلة الاموشن الانتنسيتي يعني البيبيهات طول الوقت عم يبكوا وبعدها في مرحلة من قبل المدرسة التودلر ييرز ما بين عمر سنة ونص حتى ثلاث سنوات هدول بيكونوا جاهزين دائما للتانترم ونوبات الغضب والصريخ والعناد والترفيس بيحرجونه قدام الناس وما في شي بينفع معن من حيا للرشاوي أو الضرب وبعدين منشوف الأطفال بسن الحضانة أو الروضة دائما متحفزين وجاهزين للاخناءات كأنهم في مسلسل أفلام كرتون عنوانه Power Struggle وبهالمناسبة بدي أبعث تحية من القلب لكل أم عنده طفل أو أكتر بعمر خمس سنوات فما دون أنت أم جبارة وهدول السنين الصعبين رح يمروا إن شاء الله وولادك رح يكبروا لهيك سلاحك هو المعرفة والتعلم أكتر عن المهارات التربوية يلي أنت محتاج تيها بهالمرحلة لأنه من أصعب المراحل ومن أخطر المراحل يلي بيعتمد علي حرفيا بيعتمد علي مستقبل ولادك وقديش بيكسر قلبي منظر طفل بهذا العمر ماسك موبايل ومقضي أيامه على الشاشات ساعات طويلة من التخريب لخلايا دماغه مثل ما رح نشوف بالحلقة الجاي irreversible damage ضرر غير قابل للعلاج وبحكي عنه بتفصيل أكتر في سلسلة حلقات تسونامي شاشات بتلاقيهم هون من بودكاست ريهاميات هني حلقات من رقم 20 حتى 25 رح نطلع فوصل ونرجع نكمل حلقتنا سوا التربية الرقمية وهو الدورة التدريبية الأولى من نوعها في العالم العربي مبنية على كتابي ديجيتال ديتوكس الصادر في معرض القاهرة الدولي للكتاب في كانون الثاني يناير 2023 كتاب ديجيتال ديتوكس وكورس التربية الرقمية ثمرت خمس سنين من الدراسات والمحاضرات وبرش العمل داخل مصر وخارجها الاشتراك في الكورس متاح حاليا لا تفوتوا الفرصة انكم تتابعوا 28 فيديو مع اوراق عمل ونصائح وتوصيات كلها متاحة في كورس التربية الرقمية بتلاقوا اللينك مع نوتسها لحلقة وكمان موجود اللينك على انستغرام على حساب اسمه The Digital Parent Mina نحو حياة رقمية أفضل للعائلة العربية ورجعنا بعض الفاصل حتى نكمل كلامنا عن الصحة النفسية للمراهقين مرحلة الطفولة المبكرة يتبعها مرحلة من سمية مرحلة المدرسة الابتدائية وهي من سن 6 سنوات حتى عشرة لكن الاسم الأطاق هو Latency Stage أي مرحلة الكمون أو السكون من خصائص هالمرحلة أن المشاعر المشحونة بتكون في حالة كومون وهدوء مثل اسم المرحلة Latency وكمون منلاحظ أن الأطفال بين سن 6 إلى 10 سنوات بيكونوا إلى حد كبير عندهم نوع من التوازن في المشاعر والسلوكيات بيكونوا مطيعين ومتعاونين مع الأهل عندهم فضول بالدراسة واللعب شخصياتهم عموما بتمر بمرحلة لذيذة وممتعة للأهل لكن هذا ما بيعني أن الطريق معبد وسلس لا أكيد فيه أوقات بيكونوا متحمسين زيادة عن اللزوم أو بيحردوا وبيتقمصوا وبيزعلوا زيادة عن اللزوم لكن الخط البياني عموما للمشاعر والسلوكيات بهالمرحلة ما فيه fluctuation أو تعرجات حادة لأن مهارات التنظيم الإنفعالي لو تعلموا الأطفال بهذا العمر بتجيب نتيجة رائعة جدا وهالشي طبعا بيحتاج من الأهل مجهود ومتابعة بعملية التمكين وتدريب الأبناء على التنظيم الإنفعالي وكمان تدرب الأهل على التنظيم الإنفعالي المتبادل بيننا وبين ولادنا فبيكونوا الأطفال قادرين على إدارة مشاعرهم بطريقة فعالة سواء لوحدهم أو ببعض المساعدة لكن بمجرد انتهاء مرحلة الكمون منلاحظ أن المشاعر يلي كانت في حالة هدوء وسكون أو كانت تحت السيطرة بتبلش تظهر على السطح وتتصدر المشهد وهنا تبدأ المراهقة لحظة بس هذا بيعني أن المراهقة تبدأ بسن 11 سنة؟ نعم على عمر 10 سنين أو 11 سنة بيبتدي الصبي والبنت مرحلة المراهقة ويلي كانت من قبل كام سنة تعتبر بدايتها من عمر 13 ومن هون كان جاقي الاسم تين أو تينيجر من عمر 13، 14 لأنه الأرقام من 13 لحد 19 فيها كلمة تين بالإنجليزي لكن كأخصائيين نفسيين وتربويين حاليا من أسم المراحل العمرية بشكل مختلف ومرحلة المراهقة تبدأ بعمر 11 سنة من أهم الخصائص يلي بلاحظوها الأهل أنه فجأة لولاد بيبتدوا الصبي أو البنت يلي بالصف السادس أو السابع يعني ساتة ابتدائي أو أول عدادي بيبتدوا وطالبوا بخصوصية أكتر بنسمع كلام مثل ساكري باب القوضى يا ماما سيبوني الوحدي بنلاقي الصبي بطل يحب الأحضان والتقارب الجسدي حتى اسماء الدلع الكيوت صارت تزعجهم سواء الصبيان أو البنات كمان يا أختي كميلة يا تقبرني مع أنه من فترة قريبة كانت أمور محببة عند أبنائنا هذا التغيير سببه أنه سن البلوغ وصل عن دكتار من الصبيان والبنات حتى قبل ما تبدأ علامات البلوغ الجسدية تظهر لكن دماغ المراهق بدأ أردي بالتغيير مع بداية الهرمونات والمتغيرات يلي ممكن نشبهها بالعمرة أو التشطيبات أنه واحد عنده شقة وعم يعمله تجديدات رح يكسر بلاط الحمام رح يدهن الحيطان بقوض النوم رح يفتح المطبخ يعمله أمريكان تماماً المراهق بدأ عملية Major Physical Renovation هلأ لو مرحلة المراهقة بتبدأ بعمر 11 سنة فالسؤال يلي بيجيب أذهاننا إيمت بتنتهي والجواب على هذا السؤال يعتمد على الناحية الخاضعة للقياس يعني لو نحن عم نركز على الاستقلالية أنه إيمت بيصير الشخص مستقل وعنده نوع من الاكتفاء الذاتي في حرية التحرك والقرار وصل للسن القانوني كمواطن فهون منمشي مع يلي حددته منظمة الصحة العالمية وهو سن 19 سنة ولكن لو كنا عم نحكي من منطلق تطور لدماغ فالمرجعية هون هي الطب وتحديداً علم الأعصاب يلي بيخبرنا أنه تطور لدماغ لا يكتمل قبل سن 24 سنة يعني سن البلوغ ومرحلة المراهقة يلي بتبدأ بعمر 11 سنة بيكون فيها لدماغ موقع العمل والبناء والتكوين والتشكيل بيكتمل وبيوصل لوضع النهائي على عمر 24 أو 25 سنة هلأ هاي الأرقام 11 سنة و24 سنة يمكن تكون صادمة لكتار منكن لكن هاي هي الحقيقة وهي هي نقطة البداية لما نعرف معلومات أكتر منقدر نبني على هالمعلومات معرفة أعمق لسن المراهق لحتى نوصل بأولادنا إلى بر الأمان لما نفهم خصائص المرحلية اللي هني عم يمروا فيها وكيف محتاجين وجودنا معهم بأي طريقة لحتى نضمن لن سنوات مراهقة فيها صحة نفسية جيدة ونساعدهم في رحلة تكوين شخصياتهم واتخاذ قرارات رح تأثر بشكل كتير كبير على حياتهم ومستقبلهم نحن بالنهاية ما بدنا أولادنا يكونوا مطيعين وبس لأنه هذا شيء خطير جدا لو كانوا أبنائنا قدامنا وفي تواجدنا معهم عم يسمعوا الكلام وعم يفرجونا يلي نحن بدنا نشوفه وهذا غالبا بيكون بسبب استخدامنا لسلطتنا نحن كأهل أنه منلجأ للتهديد والعقاب فطبعا أولادي لحتى يتجنبوا عقابي رح يسمعوا كلامي طالما أنا فوق راسهم لكن اتأكدوا أنه باللحظة يلي رح يكونوا فيها لوحدهم أو يوصلوا فيها لعمر الاستقلالية مثل مثلا يطلعوا من البيت لحالهم بدون توصيل وترجيع مني أو لما يقضوا قد طويل معرفقاتهم بدون وجودنا نحن كأهل فساعتها رح يفرغوا كل الكبت ورح يعملوا يلي على مزاجهم سواء كان هذا السلوك صح أو غلط يلي أنا بديه في تربيتي لولادي المراهقين هو التمكين أني اتواصل معهم بشكل دائم ومستمر بدون استخدام السلطة والتهديد لحتى اضمن أن تأثيري عليهم يكون نابع ليس من خوف ورعب لكن نابع من ثقة فيني وبحكمتي لما بيكون في بيناتنا محبة متبادلة احترام متبادل واثقة متبادلة هيك بكون متطمنة أنه حتى لما يغيبوا عني رح ياخدوا قرارات صح وقرارات بتحافظ على أمانهم وعلى سلامتهم بمواقف الحياة المختلفة هاي الحلقة يلي عنوانها ماذا تتوقعون عندما يكون في بيتكم مراهق هي بتشمل توقعاتنا من أولادنا لكن كمان توقعاتنا من أنفسنا نحن كأهل ومربين لهيك بشجعكم جاوبوا على الأسئلة يلي موجودة بالوركشيت مع هالحلقة فيكن تعملوا داونلود مجانا لورقة عمل تطبعوها وتكتبوا أجوبة الأسئلة الموجودة فيها بتلاقوا الرابط مع نوتسها الحلقة وكمان على موقع أكاديميتي وعلى حساب بودكاست ريهاميات على انستغرام وفيسبوك وكمان بتلاقوا اللينك تبع هاي الوركشيت على حساب انستغرام الخاص بالتربية الرقمية اسمه The Digital Parent Mina نحو حياة رقمية أفضل للعائلة العربية تبعوا الورقة قبل موعد الحلقة الجاي واكتبوا أجوبتكن على الأسئلة واحتفظوا فيها للورقة لأنه رح نرجع لبعدين لما يجي وقتها شاركوا هالحلقة مع كل العيلة والأصدقاء حتى يتعرفوا على المعلومات الجديدة وينضموا إلنا في سلسلة حلقات الصحة النفسية للمراهقين ولا تنسوا موعدنا صباح الجمعة الثاني والرابع من كل شهر مع حلقات جديدة من بودكاست ريهاميات بس هيك لو عجبتكن الحلقة لا تنسوا تشاركوها على السوشال ميديا حتى ناس أكتر تستفيد تقدروا تتواصلوا معي عبر الموقع الإلكتروني لبودكاست ريهاميات www.rihamiatrihamiat.com أو تبعتوا لي e-mail على rhamiat at gmail.com أو message whatsapp على الرقم 02-2012-79-709-719 وعلى الفيسبوك دائما تابعوا صفحة وهاشتاغ ريهاميات بس ألمات